كم واحد عايز الحاجة هترجع تاني تقول لي عمر انت بتكلم مين انا بكلم القوى الشرائية البلدية اللي بيحدد العرض والطلب فيها القوى الشرائية الدولة متكفلة بالمواطن اللي بياخد التموين ده موضوع اخر ده سعره مفيهوش مقارنة زيته رزه مكرونته كرته عيشه هذا موضوع اخر انا اتحدث للقوى الشرائية ليه بتعمل السوق صانعة السوق صانع السوق ده هو اللي بينزل يقرر انا النهاردة مش شاري من السوبر ماركت ده تاني بالسعر ده هل احنا وصلنا للمرحلة دي طيب سؤال هل احنا حاسين ان الاسعار زادت نعم خلاص يعني ايه كان من كم شهر كده الناس تقولها ايه يعني اه يعني بتزيد انت بتقول ايه مش قوي لا خلاص الاسعار زادت في مصر وفي العالم وفي كل مكان في الدول الغنية في الدول الفقيرة في الدول الرأسمالية في الدول الاشتراكية في الدول الخليجية الاسعار تزيد البنزين زاد الطاقة زادت فطورة الميا زادت فطورة الكهرباء زادت فطورة الغاز زادت كل ده زاد ماذا نحن فاعلون احنا هنعمل ايه لازم يبقى الثقافة دي موجودة انا بصراحة ما زلت اكرر انه انه طبعا بيحطه كمان اسوأ سوبر ماركت يعني السوبر ماركت اللي بيبيع لنا طبعا حضراتكو تعلموا انه من بعد العيد احنا عندنا زيادة في الالبان ومنتجات الالبان من 10-15% في انواع مختلفة هاكو تعلموا الكلام دي لانه كل الناس بتشتري لبان او غالبية الناس بتشتري لبان او كرر مرة اخرى عشان محدش يقول انت بتتكلم عن مين ده فيه ناس مش لا لا انا بتكلم عن القوة الشرائية التي تحدد حركة البيع واشراء في السوق زاد هيزيد تاني بيقولوا جايز يزيد او كده انا بس الحكاية ايه ان الثقافة ديت علشان يتم ترصخها لانه هي في النهاية جماعة ثقافة حرب انت او ما بتحاربش ولكن انت عايش في عصر الحرب فانت لازم انت وعينتك وناسك وبتاع تقولوا البعض على فكرة لا احنا مش هنعمل كده تاني احنا مش هنعمل احنا مش هنشتري الحاجة دي بالطريقة دي تاني امريكا نفس الحكاية عاملين او جدول هما بيقصوا في ايه كاتباك اون درايفن كاتباك اون دايننج دايننج دا ايه ناس كتير تحب مثلا خميس وجمعة يخرجوا برا يتعشوا يتغدوا يروحوا للكبابجي على فكرة فجأة مصر بقى فيها مليون كبابجي ما تفهمش ليه فيه كبابجية كتير وطبعا بقى فيه بتحسمك اكتر واكتر وبالضرب دي ملاحظة على جنبها انما مش دا الموضوع خميس وجمعة حاكل خميس بس دا دا امريكاني نفس الحكاية الاشتراكات المحطات هما عندهم مثلا هولو وناتفليكس وديزني لا انا هشترك فيه منصتين بس انا ما بتفرجش على ثلاث منصات في اليوم او منصة واحدة كفاء علي يعني مثلا انا عندي نتفليكس انا عندي اه لو انا مثلا في العواب انا عندي شاهد شاهد كفاءة على قوي شاهد فيها مسلسلات وفيها الافلام وفيها البرامج وباشوف برامج امبسي على كفاءة انا مش هشترك في حاجة تاني يا جماعة هي مش قضية معاك الفلوس ولا لا هي قضية التدبير لان انت اول ما بكرة يبقى غامض امسك في فلوسك يعني انت بكرة غامض مش غامض لك يعني مثلا الجميع يتحدثون ان بكرة السيد بوتين هيكلف عيد النصر ففيه ناس بيقولوا ان هو بكرة حيعلن بكرة حيعلن الحرب على اوكرانيا اضحك بقى تسعة ما يعيد النصر قالك بكرة لسا الباشا حيعلن عشان تضطرب على دماغنا اكتر وطبعا اعلان الحرب ده وراه بقى تهديد لدول اخرى وبتاعنا نهارده بيتكلموا في اوروبا عن انه في طب بلاش اوروبا نرجع التاني البريطانية في رئيس وزراء في الدنيا ده لو رئيس وزراء بتاعنا قالي الكلام ده كان بقيت يعني مسبح طلع جونسون من يومين قالك ايه قالك اسف قالولو ايه في ايه قالك فيه ناس مش هنقدر نعمل لها حاجة نعم بقولك مش هنقف نعمل لها حاجة ابتدنا بقى نتكلم بثقافة الحرب فعلا انه فيه نهس مش هنقف نعمل لها حاجة هيقعوا مننا يعني خلاص انت في مصر هنا ثقافتك مختلفة الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع حاليا في قزمة تكيف المعيش قالك ربنا رعاك ده هنا مش اسلوبك انت هنا اسلوبك ان انت مسئول مسئولية كاملة تامة عظيمة عن كل البشر ترجمة نانسي قنقر